اشتركوا في القناة على قد ما كسف القصف علينا فاضطرينا ننزل لتحت يعني على أبو لتحت الأبو تحت يعني غير صالح للسكان برد وإيام شتا وهيك تمينا قاعدين تحت للصبح صباحية الجمعة صباحية الجمعة موقف القصف علينا ايش بدك سنوعة أنواع الصواريخ والأسلح كل ياتوا شغلوا علينا على المعرة صباحية الجمعة والله يعني ايش بدك تلحق السيارات يعني تشيل عالم يعني يا حرام العالم كلها طلعت بتيابة اللي لابستها ما حدا طلع معه ولا غراض ما بقى نعرف وين من نروح المهم نطلع من المعرة على كتر ما قصف ما كتر القصف علينا هلأ نحن بالنسبة لوضعنا لما كنا بالمعرة يعني الحمد لله كان وضعنا أحسن بكثير يعني أقل شي كان فيه شغل لها الشباب تشتغل موفرنا يعني يعني أبسط الأمور أنه الشباب يعني كان فيه شغل يشتغلوا بعد ما تهجرنا من المعرة صرنا هون بالمخيمات يعني شوفت عينك يعني نحن هون هذا المخيم مخيم اسمه مخيم الأرامل والمعاقين يعني كل ياتنا معاقين وأرامل تمام شوفت عينك لا في شغل ولا منقدر نشتغل ولا وضعنا يعني ليك الشتوي لا في تدفئة عنا ولا في صوبات ولا يعني أي شيء من المقويمات الحياة والحمد لله رب العالمين عايشين بستر الله يعني عمل المنظمات عبي يكون ضعيف عنا هون يعني عبي يكون ضعيف ويعني ما عبي يديروا بالهم على المخيمات بشكل كويس والحمد لله على كل حال يعني كان وضعنا لما كنا في المعرة أفضل بكثير من هون هلأ بعد التهجير ترجمة نانسي قنقر